والأم تقول لها أنا أمي في قلبها في زندها في رأسها وجاتها عند أمها أمها بتقولها تعمل إيه اعمل كده ومتعملش كده ويا ما شوفنا ويا ما لسه هنسمع ومش عارف أخرة اللحنة فيه ده إيه أهلا بيكم زي ما تعودنا بساعة بنجيب الأضايا الغريبة والعجيبة ويا ما لسه هنشوف ويا ما لسه هنسمع ويا ما لسه هنستعجب إيه اللي بيحصل أصبحت الجرام عادية بقينا دلوقتي فيه غابة كله بيأكل في بعضه ما فيش حد متحمل حد لا الأب متحمل ولاده ولا الولاد متحملين أبهاتهم ولا الأم متحملة ولادها ولادها متحملينها ولا الزوج متحمل مراته ولا زوجته متحمل يهو بقينا كلنا عايشين في حلبة مصارعة كل واحد عايز يخبط التاني وكل واحد عايز يتلل التاني وكل واحد بيتمنى التاني ما أطعه قدامه ليه كده؟ ده ربنا خلائنا في الدنيا عشان نعمر فيها مش عشان نغط البعضين لما قالوا له يا رب هتقلق من يبسل فيها ويقتل فيها ويسفك الدماء فيما معناه؟ هل معنى كده ان احنا وصلنا للمرحلة دي؟ احنا اتخلقنا في الدنيا عشان نسفك الدماء؟ ولا اتخلقنا في الدنيا عشان نعمر والدنيا تعيش وتبقى جميلة؟ للأسف بجينا خلاص بنيط البعضين على أول حاجة شفنا راجح اتل محمود البنة عشان محمود البنة جلو عيب اللي يمدده على حرمة يبقى حرمة لا اتله وشفنا هنا في ملاوي الشاب اللي تاتل عشان بيمنع احد بيعاكس واحدة مشها في الشارع طالب فقرية تربية رياضية وهنعملها له حلقة وياما شفنا وياما لسه هنسمع ومش عارف أخرة اللحنة فيه ده ايه؟ ليه كده؟ تعالوا نشوف الجريمة دي الام واحدة اسمها صوفيا وبنتها ماري من حق الام ان هي توعي بنتها ترشدها تقولها على الصح من الغلط يا بنت متعملي كزا ومتعمليش كزا يا بنت اللي في سنك متكلمش شباب يا بنت الشباب دول ممكن يسوي سمعتك يا بنت اللي بيهمك بحبه وانت لسه صغيرة ما هو عمره عايز يمشي معاك مش عايز يتجوزك يا بنت انت لسه بدري عالك الملفاض ده كله يا بنت متكلمش في التليفون يا بنت مترسلش حد على الواطس يا بنت اعملي معروف ما تتحيش الكاميرا وتشوه خلي حد يشوفك يا بنت انا خايف عليك يا بوس على ايدك لكن بناتنا دلوقتي يقولك ايه يعني ما كل اصحاب بيعملوا كده ما كل اصحاب بيكلموا شباب ايش معنا يا انا يا ست تكلمي شباب بس تكلمي شباب ازاي لما تكباري وتعدي مرحلة المراكة وتبقى عقلة وفهمة ودرسة مش وبس للمرحلة دي انت لتبقى عارفة نفسك كبيرة ولا عارفة نفسك لصة صغيرة ولا فهمة حاجة لازم الام وده الرسال اللي احنا بنقولها في ساعة مع حنب لازم الام تبقى سر بنتها كل حاجة بنتها تيجي تقولها لها لازم الام تقنع بنتها ان الدنيا دي كلها يا بنت مفيش حد بيحبك قدي ولا حد يخاف عليك في الدنيا دي كلها قدي ولا حد يتمنى لك النجاح والفلاح والتفاوخ غري انا يبقى ليه حبيبتي يبقى بالتالي الام هي عليها الركيزة الاساسية عند البنت المفيد تكون الام لازم الام توضح وتبين لبنتها ان هي بس الحضن الدافي وان الباقي كله مش هيتمنى لها الخير زي امها لكن دلوقتي الام بقت بعيدة الام دلوقتي بقت مشغولة هي التانية بالفاوث والواتس وممكن عندها الانتيم الام دلوقتي بقت مشغولة بالتمثليات والافلام في التلفاز والتلفزيون بقت الام دلوقتي مشغولة بحاجات تانية خلص غير بناتها وتقول لك ما احنا كن بنات في سنة وربنا سطرها واتجاوزنا ايوا يا سيت ما كانش عندك موبايل ما كانش فيه مقاطع ساخنة على الموبايل ما كانش فيه تلفزيون فيك ديش ويجيب لك كل الافلام اللي باحية في اي قناة انت عايزاه كانت الدنيا مقفولة وكان الاب بقى في البيت والام في البيت وشايفون كل حاجة ومتابعون كل حاجة لتظهر على حسين ما كانت منك طالع عكدا هيا هكذا هو ام سمرة والدنيا تزوير جدال الوبore الان من الآن يظهر على جاهزة ومسجدها تظهر على عدد من الموبايل destroش لا نحن العدد منه لذلوقتي يحمّو بيك. طلّعنا طالح حسين ولا العقد ولا أحمد شوية ولا طلّعنا أحمد زويلا قابت طلّعنا حمّو بيك. الجيل بتـالي طالع دلوقتي يحمّو بيك؟ جيل حمّو بيك. البنت تـالوقتي بتـحكي لصاحبتها وبتـحكي لصحبتها وتـحكي اللي أمّة. تقولك ده عاكليّة رائعة ناس بتـعهو زمان. ده عاكليّة راجعية الوراه. إحنا في جيل دلوقتي الإنترنت وإحنا في جيل دلوقتي الدش 여러분 وإحنا في جيل تاني وأصبح الموبايل دلوقتي بقيت كل بنت دلوقتي تتكلم زي ما هي أعايزها وشفنا الأم اللي كانت بتبكي معيا مبارح بتقول لك بنتي بأعرفش بتب hoş زميلتي والله أعلم بتكلم96 يا جماعة إحنا بقينا في الزمن الأم دلوقتي أخر أولوياتها بناتها والأب دلوقتي أهم حاجة عنده يجمع الفلوس ويوكل عيال لكن اهتمام ورعاية الاب يقول لك ايه انا بوفرنهم اللي ام تلعيش فين امهم والام تقول لك هو انا بس اللي في البيت انا مش ادر عليهم ده بيتنصر من المسؤولية ودي بتتنصر من المسؤولية ومن اللي بيحسب على المشاريع العياد هم المجن عليهم للأسف كل واحد بقى افودي تاني كل واحد مش مهتم غير بنفسه وبس الاب يقول لك ان عملت اللي علي بقى كد في الليل والنهار عشان اوفرهم الفلوس والام تقول لك انت بتجي تلعيش موجودة انا اليوم كله وانا باخصل وامسح وبكنس وجهز لكم الاكل كمان اخد بالي من العيال طيب لما كله بيتنصر من الضحية الى اولاد تعالوا شوفوا القصة دي اللي حصل فيها اللي ام قاعدة توبخ بنتها اعملي كده ومتعملش كده امشي كده ومتمشيش كده قاعدة تقول للبنت والبنت مش سمع كلام امها في الاخر ام بتادت تضرب بنتها عشان جربت كل الوسائل حبت تقربها منها حبت تقنحها بان هي اهم واحدة عندها في ولادها وان يا بنت اسمع كلامك وانا كلامي وانا خافة عليك البيت مفيش فاي فقالت اجربت ضرب ابتدت تحبسها وتضربها البيت مفيش فاي مرحلة مراهقة خطيرة اللي عنده كله في يوم من الايام الى اولاد اخواتها حب يطلع ويتفسح فسأزنوا من ابوهم امه وابوهم قالوا وانا هطلع معكم كمان هدقيت من البيت وانا هتفسح تعالوا وطلعين كلهم واخدين معهم مرحلة جاءت الام اللي هي يا صوفي قالت لا لا ارجعي انت بالذات مش هتخرجي لما يتعدل حالك وتعرف مصلحتك وتبقى زي اخواتك وفهمة ونصحة وعرفة نبغى ان تطلعك لكن طول ما انت اللي في دماغك بتعمليه لا بتسمع كلام امك ولا بتسمع كلام ابوك ولا بتقضي بالك من نفسك ولا من سمعتك مش هتخرجي خليها محبوسة اللي ابي جي يتكلم ويطلب بعد اذنك انا هتعرفني يا رب بنتي ازاي البنت دي لو سبناها هتجيبنوا العار البنت دي يتحبس في نوت ما تخرجش غير لما تفوه وتعرف من اللي بيحب لها الخير ومن اللي بيتمنى لها الشر البنت دي ماشي مع بنات غلط البنت دي في دمخها الشباب البنت دي في دمخها كل اللي في دمخها تعمل علاقات لكن عشان تتبه لنفسها ولمزاكرتها مش في دمخها البنت طبعا زعلت وراح تدخل وضطها لأب خد الأولاد كلهم وراحوا خارجين من في البيت اللي قم وما رأيه تعمل إيه البنت بقى تتسحب وتدخل قدت أبوها تجيب السلاح المرخص بتاعه وتملأ الخزنة تسع طلقات تسع طلقات ودخلت على أمها فوت النوم شدت الأجزاء عارفة كل حاجة بركة في الأفلام وجات عند أمها أمها بتقولها تعمل إيه قلت لأ انت اللي بتعزبين انت اللي حبساني انت انت أنا دلوقتي همواتك وسريح منك قلت لأ يا بنت تدخل السجن قلت لأ أنا لسه قاصر ما خلاص العيال بقى وفاهمين وعارفين قلت لأ أنا هقتلك وما فيش حد هيشهد علي ولو تمسكت أنا لسه ما كملتش 17 سالة أول طلقة على أمها فين أنا جبتها من واقع أول طلقة على قلبها تاني طلقة في زندها في وركها تالت طلقة في في رأسها باقي الطلقات في بطنها تسع طلقات تسع طلقات طلقة في قلبها في زندها في رأسها وفي الآخر والباقي في بطنها وراحت خارج عادي جدا وراحت تقعد عند الجنة وتتفرج على التلفزيون جه الأب وجه الأولاد بعد الفسحة بيخبطوا على الباب محدش بيفتح طلقت لأ أم ري قتلها معرفش كنت سابها ماما جو كنت سابها ماما جو خبط 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 ونت روحتي منتسبتها ليه أتنا ماما قال ليه كنت روح أقود عند الجراد انت مش هتخرج فتح الأب بقصر الباب ودخل لأ الأم على السرير منتهية تسعة طلقات كاملين والطبانجة بتاعته على الأرض وما فيش حتى جاءتوا الشرطة طبعا البنت مجرد مزاوة المباحث جاه وبيسألوا من اللي كانوا معاها الأب قال ماريا أول مزاوة يسألها إيه اللي حصل يا ماريا البنت راحت على طول منهارة أنا اللي قتلتها أنا اللي قتلتها هي كانت حبساني هي مش عايزيني أكلم حد هي قفل علي الدنيا مرضش تخيني تفسح مع بابا وبابا ما قدرش عليها ستة مفترية كنت لازم أن أقتلها البنت قتلت أمها قتلت الحنان كله أنا قتلت الرحمة كلها قتلت الأوء الست اللي تحت رجليها الجنة وفي الآخر نقول ربنا مش ببارك لنا ليه تقتل أمها بتسعت طلقات بدم بارد والأم تقول لها أنا أمك تقول لها لا أنت مش أمي أنت بتعذبيني تقول لها أنا خاف عليك تقول لها ما كيش دعوة بي الأم والحضن الدافي أجمل حاجة في الدنيا ربنا خلاها تقتلها بتسعة طلقات عشان خايفة عليها عشان كينا نبدأ في مرحلة المراكة اوعوا مرحلة المراكة أخطر مرحلة بتمر بها البنت ولا الولد لازم الأب يكون زكي جدا والأم يكون زكية جدا وتضم بناتها النفسها وتخليهم سره لازم أولادنا يعرفوا أنه مفيش حد بيحبهم في الدنيا دي قد الأب والأم وأن الأم أكطر من الأب والبنت بذات لازم تحكي لأمها مين بيبصلها ومين بيحكي لها ومين بيحبها ومين بتحب مين لازم لكن احنا للأسف بجنب غابة البنت بتحكي لأمها وبتعترف أن أمها ما كانش بتخليها تخرج وتتفسع فراحة أتالتها لله الأمر من قبل ومن بعد أشكركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر